في أبوظبي جرت صباح اليوم المراسم العسكرية الخاصة للشهيد ناصر علي حسن محمد لبلوشي على أرض مطار البطين الخاص حيث شارك عدد من كبار ضباط القوات المسلحة في المراسم وبعد انتهاء المراسم أقلت طائرة مروحية تابعة للطيران المشترك في القوات المسلحة جثمان الشهيد الطاهر إلى ذويه في الفجيرة وكان الشهيد قد انتقل إلى جوار ربه صباح أمس متأثرا بجراحه التي أصيب بها والتي يعالج منها في ألمانيا إثر حادثة مأرب خلال سبتمبر الماضي وضمن مشاركته مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن